موسيقى تحية مجددة مشاهدين وأهلا بكم إلى هذا المنجز الاقتصادي بداية بأخبار الطاقة حيث ارتفعت أسعار النفط في آخر جلسات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ الشهر أو منذ نظر المنصر مواصلة حصد المكاسب بدعم من المخاوف من نقص إمدادات النفط في الأسواق وسعدت العقود الأجل لخام برينت القياسي تسليم مارس 2024 من نحو 43 سنة ما يعادل 1.35% ليبلغ سعر برينت 83.55 دولار كما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 6.3% واتفعت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.84% ليبلغ 78.01 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5% وحقق الخامان رئيسيا بهذه المكاسب الأكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر 2023 حذرت وكلة الطاقة الدولية من حدوث اضطرابات في أسعار النفط خلال 2024 بفعل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وشرق الأوروبي إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة ووفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية فقد دفع الوضع الدولي بأطلب على الغاز عالميا للنمو بـ 100 مليار متر مكعب كما أن ترجع أسعار الغاز أقول في 2023 رفع نمو الغاز من 4.088 تريليونات متر مكعب خلال العام الماضي إلى أزيد من 4.19 تريليونات متر مكعب في أخبار الطاقة دائما وهذه المرة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق منح تصريح تخص منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تحت ذريعة التعامل مع أزمة التغير المناخي التي تمثل تهديدا وجوديا وأوضحت الإدارة الأمريكية أن الموافقة على مشروعات جديدة من شأنها زيادة صادرات الغاز المسال الأمريكي ويأتي هذا القرار استجابة إلى الضغوط من نشطاء المناخ لمنع الموافقة على مشروعات جديدة والتي من شأنها زيادة صادرات الغاز المسال الأمريكي على أن يبقى مصير المحطات مجهولا لحيل انتهاء الانتخابات الرئاسية في البلاد أعلنت إدارة بايدن عن وقف مؤقت للطلبات المعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة غير الحرة من هنا في الولايات المتحدة سيظل توقف القسم الساري المفعول حتى تقوم الوكالة بتحديث التحليل الاقتصادي والبيئي الرئيسي سنركز على فهم أفضل لتكاليف الطاقة وأثار الصادرات المستقبلية على تكاليف الطاقة للمستهلكين والمصنعين الأمريكيين بشأن أمن الطاقة للولايات المتحدة هنا وحول العالم فيما يتعلق بانبعاثات غاز الاحتباس الحراري وعلى وجه الخصوص انبعاثات الميثان التي نعلم الآن أنها أقوى مما كان مفهوما سابقا وأيضا على العبء الذي يحتمل أن يضعه التصدير على مجتمعات الخطوط الأمامية حيث يتم تبرد هذا الغاز وتسييله ثم تصديره من جانبه وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وصف قرار رئيس جو بايدن بخصوص تعليق أبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسادل بالأمر الشائن والقرار ذو التداعيات الوخيمة على أوروبا التي ستعتمد لا محالة على الصادرات الروسية حسب ذات المصدر قرر الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن ومن خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا أذى وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن جهود الحكومة ستكرس خلال سنة 2024 لتشجيع الاستهلاك مع التشديد على ضرورة جذب مزيدا من الاستثمارات وخلال صحفي عقد في العاصمة بكين دافع وونغ وينتا وزير التجارة الصيني للصحفيين عن جهود التي تبذلها بلاده والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الخارج لا يزال حجم الاستثمار الأجنبي في الصين عند مستوى مرتفع في العام الماضي بلغ تدفق رأس المال الأجنبي للصين 163.5 مليار دولار أمريكي على الرغم من أنها شهدت خفاضا على أساس سنوي كما أننا سنستمر في تحسين هيكل الاستثمار في الصين حيث سجلت نسبة الاستثمار في الصناعات عالية التقنية مستوى قياسيا بلغ 37.4% بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن عام 2022 بالإضافة إلى ذلك ومن حيث البلدان المستثمرة زاد تدفق رؤوس الأموال من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وهولندا بشكل كبير إلى أخبار البورسة الآن أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التسوية مرتفعا بنسبة 0.2% أي ما يقارب 60.30 نقطة وعلى خلاف ذلك خسر مؤشر ستاندر أند بروز 500 الأوسع نطاقا حاليا خسر حوالي 500 نقطة لينخفض بـ 3.9% أي بنسبة تعادل 0.1% كما فقد مؤشر ناسدك المجمع لأسهم التكنولوجيا 55.13 نقطة ويتراجع بذلك بنسبة مئوية بلغت 0.4% لهنا مشاهدين نصل وإياكم إلى ختم هذا الموعد الاقتصادي لمتابعة المزيد من أخبار نزول صفحاتنا الرسمية عبر مختلف ملصات التواصل الاجتماعي سمعي تعمل الله اشتركوا في القناة